في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو 35 من سلسلة شرح بردامج المايكروسوفت وغورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم التخزين السحابي من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب فكرة التخزين السحابي هي فكرة مهمة جدا بتعتمد على عدة أمور منها بأنك يكون عندك نسخة احتياطية من الملف اللي انت شغال عليه منها برضو بأنك تكون عندك إمكانية لأنك توصل لملفاتك ما بين الأجهزة المختلفة على سبيل المثال لو انت شغال في البيت على ملف ومحتاج أن الملف ده يكون معك في الشغل ممكن أنك تنقله عن طريق فلاشة أو ممكن بأنك تستخدم فكرة التخزين السحابي التخزين السحابي في موقع كتير بتقدمه زي جوجل درايف ولكن هنا هنتعرض للوان درايف لأنه هو الأساسي هنا في الاستخدام في مايكروسوفت الوان درايف لو حسابك مجاني بيدي لك خمسة جيجا لو حسابك تابع لمؤسسة أو حساب اوفيس 365 بيدي لك 1024 جيجا او ما يعرف بوان تيرة حاليا احنا كنا لما بنيجي نرفع لي الوان درايف او لأي تخزين سحابي كنا بنفتح الوان درايف او اي تخزين سحابي انت بتستخدمه وبعد كده بترفع ملفاتك عليه بشكل تقليدي الاوفيس هنا بيدي لك ميزة جميلة بمجرد ما انت ما سجلت عميلك اثناء العمل واثناء اعداد برنامج الاوفيس تقدر بانك بعد ما تخلص العمل في الملف بتاعك تقدر بانك تضغط على فايل وبعدين سيف از وتختار الوان درايف فهيبدأ بانه يرفع فورا على التخزين السحابي طيب انا دلوقتي منزل حسابين هنا انا عايز ارفعه على الحساب الثاني مش على الحساب ده اقدر باني من فوق اغير الحساب بتاعي اللي انا عايز استخدمه فهيظهر لي هنا فورا مباشرة اقدر اتقول له هاتلي تخزين السحابي احفظ الملف بالشكل ده وبالاسم ده تقدر تحفظه كنسخة ورد او كنسخة بيدي اف و سيف انا حاليا التخزين السحابي بتاعي موجود قدام حضرتكم بالشكل ده هو حاليا انتهى من رفع الملف لو احنا جينا هنا وعملنا رفلش للصفحة هتلاقي الملف بتاعك موجود عندك تم رفعه بنجاح ده توفيرا لوقتك وتوفيرا لجهدك فتقدر تستخدم خاصية فايل و سيف از وتختار التخزين السحابي بدل ما تختار الهارد ديسك بتاعك طبعا التخزين السحابي بتقدر من خلاله بانك تقدر تشاير الملف او انك تحمل الملف مرة تانية من على جهاز تاني او انك تبعت الرابط بتاع الملف ده لاي حد وتقدر كمان انك تتيح الملف ده للتعديل على سبيل المثال لو انا رفعت الملف ده كملف وورد مجرد ما هاجي هنا وهعمل رفلش للصفحة بتاعت الوان درايف بتاعي هلاقي الملف تم رفعه اقدر بقاني احدده و اقدر بقاني اعمله شير فاخد الرابط بتاعي وابعت او ممكن اكتب الاسم بتاع الايميل اللي انا عايز ابعت له الملف ده او ممكن بقاني ادي امكانية لتعديل الملف ده او اشلها في الملفات الشخصية اللي انت بتحتاج انك تقدمها لاي حد بنصح دايما بانك تشيل علامة السماح بالتعديل ممكن في ملفات انت حابب بانك تقشيرها مع ناس محددة مش عايز الناس ديت لما تدي الرابط لاي حد تاني يشتغل معهم الرابط تقدر بانك تختار ناس محددة وتكتب اسمائهم او انك بانك تقدر تختار انك تشير الرابط ده مع اي واحد معاها اللينك ولكن تقدر تحط بسورد انتر وحيد اللي تديه للناس وبعد كده بتعمل ابلاي حاليا في الوفيس 365 في ميزة تانية متعلقة بالتخزين السحابي وهي ميزة الاوتوسيف الاوتوسيف هنا بيبدأ بانه يخزن لك على التخزين السحابي بشكل مباشر في حالة لو جهازك قطع كهرباء او حصل اي مشكلة في الجهاز بتاعك انت ساعتها مجرد ما تشغل الخاصية ديت هيكون التصييف بيتم بشكل مباشر على الوان درايف بتاعتك لكل ملف انت شغال عليه هنا على المايكروسوفت وورد لو انت عايز تشغل الخاصية ديت اوتوت فيها ده موضوع انت لتقرره ولكن اهم خاصية هنا بيديها لكلون درايف بانه بيوفر في وقتك بانك تقدر تعمل فايل وسيف كوبي على المساحة اللي موجودة ولكن في غلطة هنا بيقع فيها بعض المستخدمين لازم ننتبه لها انا دلوقتي فاتح الملف ده لازم تنتبه الملف ده هل هو موجود على جهازك ولا موجود على الوان درايف النسخة اللي انت شغال عليها هل هي موجودة على جهازك ولا موجودة على الوان درايف حاليا لو احنا راحزنا هنا لما انا اجي اعمل سيف ما بتلاقيش سيف بتلاقي سيف اكوبي ديت كده يعني انا شغال على النسخة اللي موجودة على الوان درايف لأن البرنامج كده كده بيحفظ التحديثات اللي أنا بديهاله أو اللي أنا بعملها على ملف الورد ده بشكل تلقائي لكن لو أنت شغال على النسخة العادية بتاعة البي سي هتلاقي في القائمة هنا هتظهر لك سيف و سيف أز فهنا لازم تنتبه هل عندك سيف أكوبي ولا سيف و سيف أز لأن ده بيدي لك تنبيه لأنك هل أنت شغال على نسخة بتاعة الملف على تخزيل السحابي ولا نسخة بتاعة الملف اللي موجودة على جهازك طبعا الوان درايف لا يختلف نهائيا عن الجوجل درايف واللي حضراتكم بتستخدمه باستمرار إلا في خاصية موجودة في الحسابات الشخصية الحسابات المؤسسية زي الحساب ده ما بيبقاش عليه إلا الملفات اللي أنت بترفعها ولكن في الحسابات الشخصية بيبقى في ميزة إضافية تم توفيرها مؤخرا وهي ميزة الخزنة الشخصية الخزنة الشخصية هي كأنها فولدر أو مجلد أنت موجود عندك على المساحة بتاعة الوان درايف بتاعك مجرد ما ترفع عليها الملفات وتحطها جوة الخزنة دي بيتم تشفير البيانات اللي موجود فيها فإذا قدر الله لو حصل أن جهازك تعرض لي الخطر ولا حاجة بتبقى الملفات اللي موجودة هنا في الخزنة بتاعتك ملفات آمنة ما تقلقش عليها شركة ماكروسوفت بتنصح دايما بأن أي بيانات شخصية مثلا لو أنت ترفع صورة من جواز سفرك أو صورة من بطاعتك الشخصية بينصحوا دايما بأنك ترفعها داخل الخزنة الشخصية ما ترفعهاش في ملف عادي من المجلدات ديت بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة شكرا لحضراتكم ونتمنى لحضراتكم كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة